فكرة أن يكون يوم 1 أكتوبر عيداً للعدالة معلوم أن كل هيئة قضائية لها عيد ولها يعني ما يخصها من التواريخ إلى آخره لكن أن يجمع كل شمل العدالة في يوم واحد أعتقد ذاك الجديد لالتو إيه؟ أولاً أستاذ نشأت أشرت لفكرة مهمة جداً جداً وهي أن لكل جهة قضائية مناسبة معينة تعتز بها وهي تاريخ إنشائها وتاريخ تأسيسها أو يوم في حياتها أصدرت فيه أحكاماً ذات تأثير وأسعدت الأمة وأسعدت المجتمع هذا اليوم الخاص بهذه الهيئة هو يوم لها تحتفل به بنفسها وله ذاتيتها الجديد أن يكون هناك يوم موحد للقضاء بجميع فروعه وبكل هيئاته وبكل جهاته يجمع عليه ويجلس فيه كل الأيهات والجهات القضائية لتحتفل معاً بعيدها أو بيومها فلم يكن هناك يوم متفق عليه بين الجهات والهيئات القضائية سوى بداية العام القضائي فبداية العام القضائي واحدة عند كل الجهات والهيئات القضائية فاتفق بين الجهات والهيئات القضائية أن يكون الأول من أكتوبر من كل عام هو عيد للقضاء أو هو يوم القضاء يجلسون فيه يحتفون فيه بجهاتهم وبهيئاتهم فهذا هو الجديد في اختيار يوم موحد ليكون عيداً أو يوماً للقضاء المصري